وعدنا هذا هو كما العادة يكون قراءة كاملة في أهم جافية الصحف التونسية في عددها الصادر بتاريخ 3 مارس 2023 توتسويت في ريفو دو برس ريفو دو برس قراءة في عنوين الصحف الصادر اليوم سيهين صباح النور بونجورات حسيم اللي كنتينت كل يسمع فينا على إذاعة الحتفان كل هذا نقرأ وش موقت بصحف التونسي لليوم نبدأ بجريدة الصحفة تقرأ فيها ومفات ببرشة مقالات نبدأ لكم بالافتتاحية اللي كنت بعنوان دولة الرئيس أمام اختبار صعب وغير مسبوق تحكي في هذه الافتتاحية بقلم السيد لطفي العربية سنوسي على أنه دولة الرئيس طبعا نسبة إلى أنه رئيس الجمهورية هو الفعل الرئيسي يعني اليوم يقول سنوسي بأنه دولة الرئيس تقف اليوم أمام اختبار تاريخي صعب وغير مسبوق لأدابها لمؤسساتها لعاداتها لمدى حرص على الحقوق والحريات يقول هو اختبار حقيقي أمام الرأي العام الوطني والدولي بيش تكون نتائجه في الأخير إما أعلاء لدولة الرئيس وانتصارا لها وانتماء إليها في حربها ضد المتأمرين عليها وإما إدانتها أخلاقيا وسياسيا وإنسانيا أيضا ويقول هذا يكون مرتهن بمده جدية ملفات الإدانة اللي تم على إثرها إداء عدد من الشخصية السياسية والإعلامية بالسجن في انتظار اكتمال التحقيق وتطلع النتائج كان هما أودينوا فعلا وثبتت عليهم هذه التهم سيكون ذلك انتصار لدولة الرئيس ومزيد من الشعبية وإلى غير ذلك وإذا كان العكس إذا كان هما ثبت العكس بالقضاء فإن ذلك بيش يكون كما يقول سنوسي معناها خيبة في دولة الرئيس ويأكد بأن دولة قيس سعيد هي اليوم أمام اختبار تاريخي غير مسبوك أمام رأي العام الدولي والوطني وهي مطالبة بالإفساح يقول الآن وليس غد عما بين يديها من قراءة إدانة بما يضفي مصدقية على عدلتها وما عدا ذلك فإن الأمر يتحول إلى عبث مهلك يجي هذا في ظل دعوات إلى السلطة المختصة إنها تكشف للرأي العام وتنير الرأي العام بحقيقة التهم والملفات والقراءة شنو اللي فيهم بالضبط في الوقت حسين اللي راهو قاعدين نسمعه في بعض التصريحات من الناس مقربة من المسار أو دعمة للمسار ومقربة للرئيس تحكي على بعض التفاصيل في حين معناها الجهة الرسمية ما قدمتش حتى رواية ونسمعه زيدة في المقابل للمحامين زيدة يقولوا ملفات فيرغة إلى غير ذلك هذه رواية المحامين تبقى وهذه رواية المقربين وتبقى الرواية الصحيحة اللي لازمنا ناخذها من عند المصادر الرسمية إلى حد هذه اللحظة تعتبر مجهولة نوعا ما وهذا ليفتح باب التأويلات الحقيقة وليخلي الناس الكل تدخل في باب التأويلات والتشكيك زادة نوعا ما باعتباره أنه لحد هذه اللحظة ما زال مخرج حتى حد ومعطاها حتى معلوم حتى احنا كمؤسسة علامية ما نجم نش نتحصله على المعلومات نش نجم على الأقل نيروا بها الرأي العام على الأقل أعطيني ربع معلومة ولينا ريت وين وصلنا ولينا معنا نحكيه على حتى ربع معلومة لأن الحملة هذه حملة وطنية الحملة هذه مستوين سكل ونسكل تاو بريتيك مون في الشارع ما عاش تحكيه على رمضان لا على رمضان لا على قفة لهم يحزن والنسكل والتي تحكيه على حملة الإقافات هذه اللي قاعدة صايرة بين المؤيد وبين الرافض ويبقى القرار الصحيح هو اللي بيش يقول القضاء والي بيش يقول المعليه طبعا أصلة الرسمية في انتظار ذلك نحكي وزيدا في صفحة الثالثة من جريدة الصحفة اليوم على اتحاد الشغل ورئيس الجمهورية قيسس عيد الاتحاد يحشد قواعده ويستعد لمسيرة السابت فصل آخر من معركة موازين غير معدلة اليوم تونس تعيش أزامات متعددة صعوبات سياسية اقتصادية اجتماعية البعض يرى أنه فما تراجع في منسوب الحرية العامة والخاصة وهناك استهداف للنخب وللأجسام الوسيطة من قبل السلطة وعلى رأسها الاتحاد العامة تونسي للشغل طبعا شفنا الأخبار البارح بأنه تم منع وفود نقابية أوروبية نقابي إسباني ووفد عن الاتحاد الدولي للنقابات اللي وقت بعد طرد النقابية الأوروبية في 18 فيفري كل الاتحاد الدولي للنقابات أعلن بأنه بشي يبعث وفد التونس وقت لجي الوفد البارح بشي يشارك مع الاتحاد غدوة في المسيرة متاعه يعني تم طرده معناها رجعوه من ما طردون قرطة جدولي فإتحاد الشغل استنكر ذلك وقرر أنه يعقد هاي إدارية عاجلة للرد على هذه القرارات وقال بأنه الرئيس يستهدف إتحاد الشغل في هذا المقال اللي حكيت صحافة على التحرك الاحتجاجي اللي بشي انتظم غدوة وصفته بيئة تحرك الأكبر في ساحة محمد علي الحامي طرق الكحليوي النشط السياسي يقول المعركة اليوم بين اتحاد الشغل والسلطة هي عملية تعديل موازين القوى بين عودة الاتحاد إلى صف الرئيس أو تواصل الصراع عثمان الجلولي يقول الحكومة فشلت في وضع تونس على سكة الإصلاح الحقيقي والبلاد تسير نحو الانحراف للمساس بقدرة التونسين وبالسيادة الوطنية والحريات وضرب العمل النقابي نحكي وزيدا على المطالب الاجتماعية المطروحة اليوم واللي يدفع لها اتحاد الشغل في الصفحة الخامسة تلقى وزيدا نظرة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين اللي عملوا دراسة حول الركود التضخمي في تونس والأوضاع الاقتصادية طبعا الحالية في تونس وارتفاع التضخم هو اللي أدى إلى أنجاز هذه الدراسة هي دراسة نقدية للسياسات اللي تهدف لمكافحة التضخم في تونس تلقاه برشا تفاصيل في هذا الخصوص البارح بمبلغ كان نهضت سيهيم كون البارح جبهة الخلاص حابت تنفذ وتقوم بتنظيم مسيرة نهر لحد 5 مارس 2023 انتلاق من ساحة الجمهورية في اتجاه شارع لحبيب بورقيبة ومرورا بشارع باريز لكن موقعش الموافقة على هذه المسيرة من قبل ويلي تونس باعتبار وأنه يعني حسب البلغ طبعا هذا اللي جاء أنه تتعلق بهم شبهة جريمة التآمر على الأمن الدولة هذه شبهة تتعلق ببعض قيادي جبهة الخلاص فوقع رفض هذه المسيرة وهذا زادت الإخلاق بوليميكا كبير بارح خاصة على موقع تواصل الاجتماع أيه هذا هو اللي باش نحكيه فيه بعد شوية في جريدة المغرب أما الويلي رفض بهذه التعالة اللي قلتها أنت حسين بعد إصدار بطاقات إداعب السجن ضد عدد من وشطاء الجبهة الخلاص كما جوهر بن مبارك شايمة عيسى وعصام الشيبي وفي المقابل جبهة الخلاص ها بتتبين البرح وحركة النهضة زادة ها بتتبين البرح وتمسك فيه بالخروج نهر لحد 5 مارس رقم قرار المنع من قبل ويلي تونس ونده بالمنع هذه والنهضة دعات أنصارها أنها تشارك معناها في الاحتجاج متاع على 5 مارس نكمل مع جريدة الصحافة لليوم في صفحة أثابنا نحكيه على حلم الهجرة برشة شباب خاصة من المعاطلين على العمل للأسف يقعوا في شبكات المتحيلين حبوا يحلموا بالهجرة العدد دول كندا القطر برشة دول الأخرين ولكن وقت لتابعوا بعض المسارات اللي ما تكونش مثلا قانونية ولا معناها مستوفية للشروط للعمل سواء للحصول على إقامة أو للحصول على فيزا أو إلى غير ذلك للأسف يكونوا معناها في شبك المتحيلين وهذا بطبيعة الحال يخلي ديما الشباب هذوما يعرفوا أن يحط ساقيه ويعرفوا أن يحطوا فلوسه وإذا كان يحلم بشي هجري تابعة معناها بالضبط الإجراءات القانونية بيش ما يقعش يعني في التحيول هذا هما يتيحوا في البياج متع المتحيلين سيهام وهذا بالمناسبة حتى للناس اللي يسمحوا في نتاوه خاصةً ليجون اللي يسمحوا في نتاوه يتيحوا في البياج متع المتحيلين ولا يتيحوا في البياج متع الناس اللي تحب تستغرض فيهم بمعنى أوضح أنت تصور كونتراتو متع فلاحة أنا نعطيك فكرة كبيرة على الإجرائيات هذه�ة قاعدة تصير خاصةً في علاقة بالهجرة كونتراتو متع فلاحة لفرنسا لمدة ستة شهور قديش بـ 30 مليون نعم بثلاثين مليون اللي هم ما يتكلبش يراهم معنى اللي كنتراتو ينجموا يخذوهم وبلايش ماكسيمون بتاعو يكون ميلورو فما شركة بلايش بلايش خاصة الفلاحة هم اللي كنتراتو بستة شهور صور انتي كنتراتو بستة شهور فما للأساب زادا فما نقص في الواعي بالنسبة للشابة بحي انتي عندك ثلاثين الف دينار موجودين عندك. وقاعد وتحب تمشي وتاخذ تخرج المدة ستة شهور بستة شهور حتى مشة تعاملوها عمالية حسابية وبشتخدم في هفلاح المدة ستة شهور باش ماش ترجع على ثلاثين مليون بتاعك وحتى كتر ايش نور بحت شنو اللي ل They form والله يا حسين يمكن هو يحلم بالهجرة ولا بشيخ اللي هو يبدأ معطل على العمل ماال تعرفش كيفاش دبرهم هو ولا منين جيبهم اما هوني فكرت في حاجة اخرى عليش احنا توينسا نستغرضوا في بعضنا للاسف هيدا هو والله يصدقني المشكلة هي هيدا كان صارت ازمة في الاحليب تولي ما تشري الاحليب لما يشرت عليك تقضي معها وللاغلبية باش ما نقولش الناس الكل معناها اما ديما الناس فما البيع المشروط فما موجود موجود كان حاجة قهوة ولا اي مادة تتفقد تلقى في الكورونا تتفكر شنو صار فيه وسميد وسميد ومعناها في كل ازمة تلقى يخلقوا لك هيدا اسمه الاستثمار في الازمات وتلفصون ناس قاعدة تستثمر في الازمات استثمار بطبيعا نحكيه بطريقة خايبة برشة اليوم سي بافاسير راهو شيب معطل عن العمل التقاري هو يعلم بيك الربي فما شكون بك بلوسانك فما شكون واصل عامل دكتوراك تشوفهم انت الدكات رديجاء معطلين عن العمل ويعلم بربي شنية الاسطوية سيهم تاحهم ويستنوا في الواحهم واختش يقراه باش يرجعوا جميل على الاقل لولديهم لمنيموم بوسبل الناس اللي تعبت عليهم باش وصلتهم المستوي تعليمي معين وفي المقابل يلقى روحه مقصي من قبل الدولة نحبه ولا نكره باعتبار وانه باب الوظيفة العمومية مغلق تقريبا من سنة 2015 لعدة اعتبارات اقتصادية بالاساس يلقى روحه زادا من ناحية اخرى كونه كمش يمشي يخدم في البريفي بصفة نحكيه بصفة عامة لانما نشقع دين نحكيه بصفة خاصة او حالات معينة بصفة عامة ناقى روحه موش قاعد يتحصل عليه الاجر اللي يحبه هو والاجر اللي يتمنى هو واللي حلم به وقت اللي هو يقرأ فاوتوماتيك موامشي واليخامم في طرق اخرى وهي طرق الهجرة الغير النظامية ولهنه لازم تكون بمستراتيجي واضحة من قبل الدولة ويزين زادا من عقود تشغيل الهاش لانه موضوع كبير وهو لمحالة ناو كونترام تاع العمل العقد العمل المدني التطوعي وقيمته ميتين دينار رهما تعمل حتى شايف هو سيبي بي ميتين ولا ميو خمسين دينار والمش عارف ناو عقد كرامة هذو مكور رهن وهو مش حلول وبين بالكيش في اليوم خدمنا بهم قداش عنا من عام لكن اليوم معطاوش الأوكلم تاحب فوقاية اليوم بش نتلفتو لأصحاب الشهايد العلمين المعطني على العمل تعرفش كون فمشكون سهم وقت اللي جاء ركريت ممتعو يقاروحوا دي جاء مقسي من الوظيفة العمومية لأنه تجوز السن القانون يمتهوا وتعرفش كون جاء معناها بعد الثورة ديركتو ممتعو جاء ركريت ممتعو يقاروحوا مزلولوا تقريبا ستة والهي سبعة سنين على التقاعد روهوا ستويا سين خائبة اليوم يحيش فيها أصحاب الشهايد العلمين المعطلين على العمل ولازم تكون فهم حلول لكل المجال يتراوه معناها يتحركوا ويحتجوا وكل مرة يذكروا معناها ويحاولوا يلفتوا أنت كدولة اليوم وفرت لي مدرسة عمومية في الابتداء قريت وفرت لي لسي عمومي قريت وفرت لي جامعة عمومية قريت وفرت لي اختصاص معين قريت فيه وتخرجت في هذا الاختصاص وكملت الماجستيرمتاعي في هذا الاختصاص وفي المقابل تكيفيني معناها من بعد باركورة متاع درقة ديش من عامة قراية ويعلم بربي بحالي ستياسيوم تاعي كيفاش قريد كيفاش كذي تحبه ولا تكره مش نسكل متفره دم نسكل قرات يعني في في أريحية في المقابل نتقروحي قاعد أنا شدد الدار أو قاعد نخدم في أخدم اللي أنا محلمت شبهه وانا صغير من عابو حتى خدمه لازمنا نسكل نخدم على روحنا لكن لمن يمون بو سيبك ونا تتحرك اليوم الدولة خوية للنساء دي إن شاء الله نشوفوا معناها حلول في الملفات هذه خاصة بتشغيل الهش اللي يؤرق العديد اليوم معنا رو برشا مش كان فم الموني ولو فم لسيد النواب وفم المعلمين نواب وبرشا يعني أشكال أخرى في جريدة المغرب اليوم نحكي وعلى المسيرة متاع نهار خمسة مارس فم اتحاد شغل أربعة مارس وجبهة الخلاص خمسة مارس يعني سبت وحد سبت وحد دونك جريدة المغرب في صفحة الرابعة تقول نهاية الأسبوع الجاري تجمع عملي لاتحاد الشغل ومسيرة جبهة الخلاص الاتحاد يؤكد منع نقابي إسباني من دخول تونس هذا في مرحلة أقوله وكين من بعد زادة أكد أنه سلطات تونسية أعلمتوا بمنع وفد عن الاتحاد الدولي للنقابات والجبهة تتمسك بمسيرتها رغم رفض الوالي دونك باش يكون ويكاند سيخن ولا على خلفية الأحداث هذه تونشوفوا كيفاش باش يتم التعامل مع هذه التحركات وخاصة الهيئة الإدارية العاجلة لاتحاد الشغل وأي قرارات ربما ولا احتمالات شنوه ينجم يصير عدة أطراف اليوم تقول فما زوز توجهات إما أنه الاتحاد يتجنب التصعيد والدخول في مواجهة مع رئيس الجمهورية قائس سعيد أو أنه بش يمشي نحو التصعيد ويمشي نحو المواجهة على كل ما نعرفوش شنوه اللي بش يصير بالضبط في جريدة الصباح اليوم تقرأ وزيدة برشا مقالات من بينها خاصة على القضاء القضاء مجددا أمام اختبار الاستقلالية الفكرة هذه أثرتها حملة الإيقافات الأخيرة وبتابعة الحال رجعت في المقال الصباح على خطابة رئيس الجمهورية خاصة اللي توجه فيها إلى القضاءات وآخر اللي قال لي مع وزيرة العدل كان أشار إلى أنه فما قضاء شرفة كان أشار زيدة إلى أنه لازم يتم البط في القضايا هذه وحملهم المسؤولية تمتاحهم في تنفيذ القانون ومحاسبة الفسدين والمتأمرين علىها التعبير الكثير من الأطراف يعتبر أنه هنا فيه تخويف للقضاءات ويقولوا بأنه رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية يتدخل في القضاء يهرسل القضاءات نقاو بشها يعني ردود فعل كما جمعية القضاءات التونسيين اللي إدعات جميع القضاءات إلى التمسك أكثر فأكثر باستقلاليتهم وحياديتهم نلقا وزيدا في بقية المقالات في جريدة الصبح لليوم في الصفحة الخامسة نحكي وعلى الأفريقى جنوب الصحراء بعض التحركات الاحتجاجية اللي قادمين نفذ فيها في تونس تجمعات أمام السفارات ووضعية إنسانية حرجة للأفريقى جنوب الصحراء نحكي وعلى حالات مأساوية يعني صايرة في تونس فما شكون فما نساء في شهرها التاسع ومقبلة على الولادة دونك تعيش في ظروف صعبة يسر وقت تكون معناها في الشارع نحكي وعلى إنه فما ضغوط إيطالية زيدا وحملة ممنهجة ضد الأفريقى في المقابل زيدا نترقه إلى الموقف التونسي اللي إنفاء إنه رحل مهاجرين بطريقة قصرية وأيضا أكد بأنه الناس اللي هي مقيمة بشكل قانوني ما يتعرض لهم حتى حد بالعكس وطمنوهم يعني في خطاب رسمي حتى من قبل رئيس الجمهورية قيس إسعية دراسة ميدانية في القيروان هذا مقال في صفحة السيطة من جريدة الصباح 51% من تليمذة و43% من الإطار التربوي تعرضوا للعنف بالوسط المدرسي 95% من ذوي الإعاقة عنفوا في مؤسساتهم التربوية ونلقاه بأنه فيما 60% من العنف الجنسي غير التقليدي تم تسجيله أيضا ونحكيه على تراجع المنظومة التربوية وما هي الحلول البديلة للحد من العنف المدرسي ياسر نحكيه عليه يعني في هذه الفترة عنف مستشري وبأرقام كبيرة ومفزعة حسين يعني الأرقام كبيرة برشا هو الدراسة هذه كانت تعامل مؤخراك لبير حديثنا سيرادوين الفتناسي كنا نتحدثنا معها حول هذه الدراسة السوسيولوجية الجهوية للعنف في الوسط المدرسي تنعطيكينا بعض الأرقام يعني سيهم خلال هذا الاستبيان وهذه الدراسة فما سؤال تطرح هل تعرضت إلى العنف في الوسط المدرسي 14% قالوا مرة وحدة 26% قالوا عديد المرات 57% قالوا حتى مرة أمم لهنا في المقابل نقاو العنف يعني في أنواع كل نحكيه على العنف المادي نحكيه على العنف اللفظي نحكيه على العنف الاقتصادي زادا اللي كانت تطرح في هذه الدراسة والعنف الاقتصادي اللي يتمثل بالأساس في الدروس الخصوصية نحكيه على اللي تيود يعني هل أنه اليوم باروبليغاسيون لتيود يعني يفرض عليك ورواهوني الوليرة ويتحمل مسؤولية زادا فيه في معناها انتشار الدروس الخصوصية واللي الضرورة باش التلميذ يقرأ و باش ينجح و باش يتعدى من عام العام حتى الوليرة و عنده فيه دور كبير هذا هو دونك هي الأطراف كل حقيقة مداخلة في هذا الموضوع دونك اليوم العنف ولا بأنواع فما حاجة أخرى تريزان بورتون كانت ذكرت مم حتى في الدراسة اللي هي في علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة اليوم راهو زادا بغض النظر على هذي الدراسة المؤسسة التربوية مم حتى اللي فيستير نحكيه على اللي فيستير بش يدخل للشخص ذوي الإعاقة خاصة الحركية ما هيش اكسيسيبل النيفو متاع اللذبو متاع الماء وهو يبدأ عشيز ما هوش اكسيسيبل كيف وكيف الإدارة التونسية واذا في حد ذاته يعتبر نوع ميناء الإقصاء حتى على مستوى البنية التحتية معناها بضغط إذا كانوا يقرأ في البلوك يقرأ الفوق كيفاش بش يطلع شخص من ذوية الإعاقة الحركية سؤيل كيفاش بش يطلع كيفاش كيفاش مقتليو حبيدخل للفيستير اشنا هو تخصص له وانتي نرمو متخصص له حاجة تكون اكسيسيبل بالنسبة لي هو الليل وهو لي رامب ميم حتى لي رامب ليتعديوا عليهم هالأشخال الذوية الإعاقة الحركية مثلا زادة كيف كيف دونك بالنسبة موضوع الأشخال الذوية الإعاقة فإنه نوع من الإقصاء التام يعيشوا فيه في تونس وبالأخص على مستوى ولاية التلقية لوين أنا خدمت عليهم برشة الحقيقة هروا أنتي تمشي للبوستة مثلا كي تمشي للبوستة البريد تلقى النيفو متاع الجيشة عالي برشة من إنه نمشي معك اللي بعد من هكي مش نعتيك حاجة طرفة بش الضحكك ونتصور نس كلنا تعديوا عليها لكن ما في قوش بهم البوستة الكبيرة اللي هي موجودة في رمبون سبحان الله تحية لكل أعوان البريد رواه لكن نحكيه على البنية في حد ذاتها فما الرمب خاصة بالأشخال الذوية الإعاقة في البوستة الكبيرة في رمبون سبحان الله به تطلع في الرمب الكبيرة هذيكا جيبش ودخل للبوستة الداخل والجيشة بعد ما تفوت الرمب تلقى فما درجة كيفاش بش نتعدين؟ حدو يقضي من شو من البر كيفاش بش نتعدين؟ ما تنجمش تتعدين فما الأولوية متاع الصف اللي هو حق من حقوقهم وأخلاقيا زادة كيف كيف زادة شيت الصف معك شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة موجود معك في الصف تبجله هو تعطيه هو الأولوي هذا كله ما هوش موجود يحتاج إلى توعية كبيرة برشة والملفة ذاية حسين مرهو والله كي تجي تشوف تلقى على مستوى وطني مهم شين ذوي الإعاقة وشفنا حتى في الانتخابات قديش انتقادية تتوجهت للقانون الانتخابي اللي هو أقصاهم فقط إشارة بسيطة بربيني داي للمواطنين بلهي ركز وقت اللي تجي بش تحطه كرهابك روعانا ممرات خاصة لنا في ولاية القيرة وين كنت تحب نسميهمكم بالممر بالممر روعانا ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاق إذا كان هو ممر بش نسهلوا عليه المأمورية بش نجم يطلع فوق ترتوار جينتي تحط كرهابتك قدام الممر هذيك فهذا غير معقول وبلدية القيرة وينزي داي كيف كيف بربي نيدي وخوضوه يعني لحقيقة من عنا لأنه اليوم راهو لازم بحث كل ممر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة حط لي ليفتا اكتب فيها هذا ممر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بش حتى كان المواطن مراشو يزرس ويرقى قدامه البلاكة أمه يتحرك شوية ويباعد كرها بمتاعه مش نجم ونسهلولهم على الأقل إن شاء الله بي نمشيوا إلى جريدة أشروق نختم بها لليوم تتسائل في صفحة 18 تقول أين حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة تحكي في هذا المقال على جرائم وحشية للكين الصهيوني الغاشم ونفق غربي متواصل في هذا الخصوص برشة انتقادات اللي غمضوا عينيهم على اللي ساير في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويتلهيه بحاجات أخرى في صفحة الرابعة نحكيه على البرلمان الجديد أي تغييرات في هذا البرلمان قريبا مشاقد جلسته الافتتاحية نورمال مقبل 12 مارس الحالي لأنه فما أسبوعين فقط أمام الرئيس لدعوة النواب الجدد بعد الأعلن النهائي على نتائج الانتخابات خذت أراء بعض النواب جديدة شروق كما النائب نجيب العكرم يقول نواب جدد يمكن أن يكونوا قوة اقتراح النائب معز بركلا يقول نواب الجدد أمام فرصة للاهتمام بالقضايا الاستراتيجية وصحيب المزريقي يقول بأنه فما مسؤولية جسيمة أمام النواب في صفحة الخامسة زيدا نحكيه على رئيسة البرلمان لم تحسن بعد وحتى ما فمش توفق إلى حد الآن بخصوص شكوم شكون رئيس للبرلمان نحكيه زيدا كيف كيف في بقية المقالات وملف اللي هو جاي في الصفحة الأولى لجريدة الشروق اليوم دعارة في الفيسبوك تجارة الجنس تستفحل فمن يوقفها نحكيه على أنه أصبح خارج السيطرة هذا الموقع وبرشا ناس تعتبروا ومختصين يعتبروا أنه هذا وجه خفي للأنترنت أو ما يسمى العالم العميق المظلم وما يخلف من تبعاته من حاجات تصير فيه اللي ما هيش مكشوفة معنيها للعموم ويحكيه هوني على الموقع الإباحية على الصفحة ذات المضامين الجنسية اللي تنتشر على نن على الفيسبوك تحت مسميات كثيرة بصور فاضحة وهوني تطرح سؤال على أسباب انفليت شبكات التواصل الاجتماعي وتحولها إلى هذا المستوى اللي راوي النجم يمثل خطر على عدة أطراف وخاصة أنك صغيرات اللي أكثر من مرة قلنا حسين يعطيوهم معنيها التليفون وما يعرفوش عليهم معنيها شنو قاعدين يتفرجوا ولا شنو ينجم حتى يعرضهم حتى من قبيل الصدفة معنيها على مواقع التواصل الاجتماعي لا رقابة قانونية ولا رقابة أسرية ولا حد شيء بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي يسوفي تعطي التابليت مش هو مش البران يقعد مرتاح يتفرج على التلفزة ولا يقعد يقدي شور سيهم يعطيك الصحة هذه كانت جولتنا بالنسبة لليوم فيها ما جاء في الصحف التنسية في عدد أصادر بتاريخ 3 مارس 3 مارس مارس نعملو مارس هي دعوة للناس يعملو مارس مارس 2023 في رفو دو برس